قدرة القدوة أو التعلم بالمشاهدة أن الطفل أو الطفلة ولد أو بنت ينشأوا على رؤية الوالد والولدة في هذه الأيام المباركة بيتبعوا تفاصيل بعنها وعندهم عادات بعنها وبيقوموا في مثل هذا اليوم مثلاً بالصيام وبالإكثار من قراءة القرآن وكثرة الدعاء والاستغفار والتسبيح والحمد وفكرة التعليم بالمشاهدة دكتور رمضان وإحنا محتاجينها بشكل كبير جداً هذه الأيام لأن التعليم بشكل مباشر أو التلقين المباشر مع هذه الأجيال بقى في قدر من الصعوبة بقوا محتاجين يشوفوا النموذج أمامهم بشكل حقيقي كي يتعلموا ودعمش مجرد تلقين وعليك أن تفعل كذا وكذا وكذا وأوامر وفقط دائماً الأوامر بتكون صعبة على النفس لأن النفس ملولة والنفس لا تحب من يأمرها والنفس تكره الأوامر أياً كانت دي طبيعة النفس فلو عرفنا طبيعة النفس هنقدر نتعامل معها عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فيه أوامر كتير في القرآن الكريم وجه بعد كده قال لنا لقد كان لكم فيه رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً يبقى الأسوة العملية نحن نتأسى به صلى الله عليه وسلم ونمتسل أمره وناهيه نفعل ولا نفعل لكن أسوة عملية حياتية سلوكية قدوة قدوة لنا في حياته نموذج يحتذى به الصحابة نقلوا كل حياة سيدنا النبي لنا عشان إحنا برضو ننقل لولادنا وهكذا فالأب والأم في البيت هم قدوة وأسوة اللي تعلموه يعملوه حتى يروا أبناؤهم ما يفعلونه بيثابوا عليه دكتور رمضان بيثابوا على كل تصرف جيد يقوموا به أمام الأبناء وكل تعلم يحدث نتيجة المشاهدة من الأبناء لهم هو إيه الهدف من العمل والهدف من تعليم الأبناء أنا بعمل عشان أخذ السواب بعلم ولادي عشان يعمله الصح عشان ياخده السواب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أدالوا على الخير له مثل أجر فاعله فالأب والأم لهم سواب العمل طيب إذا علموا ولادهم وولادهم عملوا هذا في ميزال حسناتهم وهذا من الأمور التي لا ينقطع العمل فيها السواب لحد بعد الموت صحيح خدت بال حضرتك ولد صالح ولد صالح يدعو لك طب إنت إذا ربنا أكرمك أولا قدت المسئولية اللي عليك ثانيا ربنا أكرمك بولد سواء ذكر أو أنسة يدعو لك سواء تلميزك في المدرسة ده ولد صالح الولد ليس من صلبك فقط صحيح إنما تلميزك اللي في المدرسة ده ولد صالح يدعو لك تلميزك اللي في الجمعة ولد صالح يدعو لك إحنا ما زلنا نتذكر شيوخنا وعلماء من مات منهم ومنهم أحياء كل من تأثر بشيء إيجابي قمت به في يوم من الأيام له سواب لأنه دلني على الخير فأنا أفعله فله سواب وإن لم يكن مباشر لأن الله عز وجل هو الذي يتولى العطاء سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يقول ما تركت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي فابنه بيقوله مين الشافعي ده الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي توفي في مصر ست 200 واربعة هجرية فالشافعي قال يا ولدي الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس حد يستغنى عن الشمس مستحي حد يستغنى عن الصحة والعافية أبدا هو ده الإمام الشافعي هو ده العلماء العاملين الذين يعلمون ويؤثرون سيدنا الشيخ الشعراء والله يرحمه ماذا لا تأثيره موجود وغيره من العلماء العاملين ما زلنا نتعلم وعلى هذه المندضة وهذا المنبر وقناة وشاشة دي ام سي تعلمنا وجلسنا جنب شيخنا وكل السادة العلماء تعلمنا منهم ونقلنا إلى الناس جزاهم الله عننا خيرا ما زلنا ندعو لهم ونتعلم بالقدوة وبالمثال وننقل إلى ذلك لأنها مسئولية سنحاسب عليها بين يدي الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعٍ وكل راعٍ مسئول عن رعيته الإمام راعٍ دي حفظينها كلنا لكن بعد كده المسئوليات فين والرجل راعٍ وهو مسئول عن رعيته الأب في بيته والمرأة راعية وهنا إن المرأة لها شخصية ولها استقلالية إن هي مش تبع مش همل في البيت لأنها مسئولة في غياب الأب وفي وجود الأب مسئولة عن أمور الأب لا يستطيع أن يقوم بها لو قدرنا نفهم التوازن ده بين مسئولية الأب ومسئولية الأم الأسر هتستقر لكن لأن فيه خلل في مفهوم المسئوليات خلل فيه معرفة مكان وموقع كل إنسان فينا فأصبح الزوجة تقعد مكان الزوج والزوج مش عارف يقعد مكان الزوجة ففيه خلل في الأسر لابد أن تنضبط الأمور إذا علم كل إنسان موقعه صلحة الأسر وصلاح المجتمع وصلاحة الدنيا كلها والبلاد والعباد من واقع المسئولية